وكالة بيت مال القدس الشريف وفي إطار العملية الإنسانية الكبرى التي أمر بها صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس تواصل عملية توزيع الحصص الغذائية الرمضانية ألاف الفلسطينيين بالمسجد الأقصى المبارك تسلموا وجبة الإفطار والصحور في ليلة القدر عملية الدعم الإنساني مستمرة في مدينة القدس منذ الإفطار في هذه الليلة المباركة حيث استمر توزيع الوجبات من الإفطار إلى لحظات الصحور هي عملية إنسانية نبيل رسمت البسمة على وجوه الفلسطينيين وأحيت فيهم روح الأمل في إمكانية وصول المساعدات إلى المحتاجين بطريقة تحفظ كرامة المستفيدين وتصون عزة النفس شكراً ملك المغرب على الوجبات لصحور بليلة الأدر نسبة لنا أننا عملنا إنجاز كويس للأدس والأهلنا بالمغرب وساعة حبينا نقدم أحلى الوجبات إن شاء الله تعالى هي أجواء رحانية وتضامنية جمعت المقدسيين في ليلة القدر المباركة ووقفت فيها فرق المتطوعين العاملين مع وكالة بيت المال القدس الشريف على الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة من أجل تيسير مرور هذه العملية في ظروف جيدة كل السلطة للصحر مننا